ده أنا كنت أكلمت أستاذ دكتور أمراض جلدية وسألت سؤال عشان خاطر لما نتسأل في مواضيع المكياج والمكياج والحاجات هل الأمر ده عليه خطورة بالنسبة للنساء قال لي 90% من مستحضرات التجميل العالمية بتصيب جلود الإنسان المرأة يعني بالذات بأمراض مش كويسة وبالتالي حتى الزوجة تضع منها لزوجها بضوابط الأمر مش معناه إن إحنا نبالغ يعني تبص تلاقي حتى نصف كيلو حاجات ما ينفعش طب ليه قليل من الزينة النفس السلام بيقول على صفات المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرط سرطه بإيه؟ بجمالها الظاهري وجمالها البطيني اللي هي الأخلاق والمعاملة كويس جمالها الظاهري هل هو في المكياج وفي طبيعة المرأة المرأة في الأصل جميلة وهو اتجاوزها بالطبيعة دي اتجاوزها عشان المكياج ما جاز لما شفها يا شيخنا كان بتحطى ميكب يعني هو حب الشكل ده يشوفها على الحقيقة بقى يعني يعني خليه شوفها على الحقيقة ويتتلعه والله هو على الحقيقة زي الميكب أنا شايف إن الأصل النساء الجمال الجمال وضع في المرأة بغير زينة وبغير تكلف ولكن اللي بتستعمل ده كإطفاء لها أو كإمتاع زوجها عشان خاطر ما يبصش وعشان ما يملش للفتن لأن حاجات كتير جدا بتتصدر لنا من الغرب والنفس السلام بيقول لتتبعونا سنة من كان قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع وإحنا شايفين المتابعات من غالب النساء للموضة وللميكب والمستحضرات التجميل والتقليد الأعمى والتقليد الأعمى اللي أصبح مستشري ما بين النساء والرجال فالمرأة إحنا المفروض هم اللي يتشبهوا بينا ده الأصل إحنا كنا حضارة إحنا كنا زمان كانت جمال المرأة ويمكن أنت لو عصرت الشعر اللي بيكتف في المرأة العربية وصفات المرأة العربية المفروض هم كانوا بيتقلدوا ويتشبهوا بجمال المرأة العربية اللي من غير تكلف اللي هو طبيعة أصلا في ذات المرأة إحنا جينا طمصنا معالم المرأة العربية بشيء من تصدير الخارج وتتبع الموضة ومستحترات التجميل للأسف إذن عمل المرأة كما كيرا حرام خلينا ناخد التليفون من غادة غادة سلام عليكم يا غادة تفضلي لو تكرمتي أنا عندي سؤال كده بدايقني من زمان بصراحة يعني تفضلي يعني كل شوية يقولوا إيه والغايف لعن الله المتنمسة والمتنمسة اللعن الله المتنمسة والمتنمسة والمستجوشمة والمتفلجات بالحسن والواصلة والمستوصلة والمتفلجات بالحسن وكما قال سعوصان تفضلي كميل يعني أنا أسف جبنيت دنيان بس يعني اللعنة ده موضوع كبير قوي أوه ده اترض من رحمة الله سبحانه وتعالى أوه ده دي حاجة كبيرة قوي دي حاجة يعني اللي أنا أسهمه إن اللعنة معناه خروج من رحمة ربك دي حاجة كبيرة قوي